أنا بقى عايز أدخل في شروط الستة التعجزية أيوة شروط الستة التعجزية لما الراجل بيبتدي يرجع تاني بتقول له إيه بقى وهاتلي قلب لداب ولا حب ولا نجرح ولا داء حرمان وعايزنا نرجع زي زمان قول للزمان نرجع يا زمان ده الستة كانت عارفة القصة دي من زمان قوي دي بقى الخطوة الخمسة القرار إنك بتاخد القرار مش قلنا أول حاجة أنا بنكر ده إنكار بنهار للخطوة الثانية الثالثة اختيار هكمل في انهياري ولا أبدأ في حياتي الرابعة استقرار مهما عمل أنا خلاص خدت قراري الخمسة القرار القرار ده أخد الحق صنعة وحرفة وحرفة وما ينفعش وأنا في حرب أقول لهم انسحبوا حتى الانسحاب لخطة ما هو بقى الانسحاب ده يعني يا ريت تقول لنا خطة الانسحاب عشان دي خطة ركزوا معي يا بنات ركزوا يا ستات أوقعي تفتكر إن القوة هي بس القدرة على المواجهة القوة هي القدرة على الانسحاب على التخلي في كتير جدا من الأوقات إنك تنسحبي من علاقة أو شبه علاقة كان فيها أشخاص أو شبه أشخاص وإنت عايش معاهم حياة أو شبه حياة تنسحبي من قلة التأدير وقلة الاهتمام وقلة المعاملة بما يرضي الله إنك تنسحبي من إن أولادك يكملوا في الاضطراب النفسي بدون علاج وإن حياتك تكمل في ملاز ملوش مقال إنك متبقيش عارفة هو إيه الخطوة الجديدة اللي تحصل في حياتك هنا الانسحاب يكون عن قوة مش عن ضعف التخلي التخلي عن وعد سابق أنت قلتيني إن أنا هكمل معاك مفيش مانع من إنك ترجع فيه تقوة منك مش ندالة فيك لا ما إذا كان هو تخلى وهو طلع وإحنا ليه بنقول هو ما ممكن تكون هي أو هي ليه كلامنا ما يتوجهش لكتير من الرجالة قبلت وعانت وشافت وسندت وقربت وتخانت وعلى فكرة ودي حالات كتيرة جدا أنا بيجيلي حالات كتير جدا رجالة على الصفحة عندي وكلهم مجروحين وحب قوي ونجرح قوي عشان ما يبقاش بس كلامنا لازم يبقى إن بتوين لا والله إن بتوين بالعكس يعني بالعكس أنا بيجيلي حالات أنا بيبقى قول إيه ده وفيه راجل بيحب قوي كده فيه راجل بينجرح فعلا زي 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 باتك الراجل ما بقاش راجل غير لما يحب وما بقاش راجل غير لو عاش طول عمره طفل وما تبقاش ست غير لو عارفت تحافظ على الطفل اللي جواه الله عليك بص انت برضو بتاخدني في حتك اشتركوا في القناة